السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبتدي النهاردة ناخد الدرس التاسع والدرس العاشر في الوحدة التاسعة الدرس التاسع نصف ممتلق أم 2 على 4 فارغ والدرس العاشر نفس الكسر بأشكال مختلفة خلينا بقى واحدة واحدة يعني ايه نصف ممتلق أم 2 على 4 فارغ يعني انا لو جبت كباية مية اهيه وقسمتها بالنص اللي اتمال فيها نص الكباية بس وجبت نفس الكباية بس قسمتها حسب المقام 4 ولو انت منها جزئين اهو هل بقى النص الممتلق أكبر ولا 2 على 4 أكبر قالك والله انا شايف بعنيا ان اللي 2 قد بعض وحد تاني قولي والله يا ميس الكسر ده في حاجة غريبة قوي انا لو مسكت الواحد ضربته في اتنين هيدينا اتنين ولو مسكت المقام اللي هو الاتنين ضربته في نفس الاتنين اللي انا عملتها فوق هيدينا اربعة يعني معنى كده ان اللي حصل فوق هو هو اللي حصل تحت ادينا كسر تاني خالص وده معناه ان الكسرين دول يساوي بعض ودي بداية قصتنا مع حاجة اسمها الكسور المتكفأة كسرين ارقامهم مختلفة خالص لكن هم اللي اتنين يساوي بعض ولو اشتغلنا بالدرس اللي فات ضع اكبر من او اصغر من او يساوي هقولك ان احنا لا تشبهنا فوق ولا تشبهنا تحت وساعتها هتعمل المقص اتنين في اتنين باربعة والله اربعة في واحد باربعة اللي اربعة قد اللي اربعة يبقى العلامة اللي ما بينهم يساوي طيب كويس جدا ده يطلعنا على ان الكسور المتكفأة نوعين بس حبيبي في كسور متكفأة بشروطه هو وفي كسور متكفأة بمزاجك انت ايه الكسور المتكفأة بشروطه دي الكسرين كسر فيهم كامل والتاني في حتة نقصة بس في حتة كاملة برضو فاحنا هنشوف ايه اللي حصل للحتة الكاملة اللي تحت دي واللي حصل بالزبط هنعمله فوق فالأربعة عشان توصل للتمانية انضربت في اتنين تحت بس لا تحت وفوق التلاتة هي كمان هتضرب في نفس الاتنين فالتلاتة في اتنين هتجينا ستة وده الرقم اللي هيبقى موجود فوق تاني حبيبي الاتنين على التلاتة والكسر التاني ناقص بس في حتة اعرف استغل لها ان التلاتة ربنا كرمها وبقت تسعة طالما ربنا كرمها كده كبرت يعني انضربت التلاتة تضربت في ايه وصلتنا للتسعة والله يا ميسي التلاتة تضربت في تلاتة تحت بس لا تحت وفوق يعني الاتنين هي كمان هتنضرب في تلاتة اتنين في تلاتة بستة قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس طيب شكل تاني من الكسور المتكافأة بس بشروطه يديك الشكل ده وملون منه جزء واحد جزء من كام من اتنين يبقى ده كده الجزء الاول طب ما هو يا ميس مش ملون حاجة في الجزء التاني صح عندك حق انا مش عارف احدد هو ملون كام الملون مش موجود طيب كله موجود اللي هو الرقم اللي كان المفروض يتكتب في المقام ايوة يا ميس كل الاجزاء اعرف اجبه طب كله كام ادي واحد اتنين تلات اربعة اربعة يا ميس طب جميل جدا انا قامش قادر احدد الملون لكن اقدر احدد كله طب وبعدين هنا بقى الاتنين ربنا كرمها وبقت اربعة يعني اتضربت في اتنين تحت بس لا تحت وفوق فالواحد هو كمان هينضرب في اتنين عشان يدينا اتنين كده انا اعرفت ان الملون هيبقى جزئين من اربعة ايوة دي لو انت على الجزئين وده معنى ان الجزئين اللي هنا من اربعة هي هي الجزء من اتنين اللي هو النص من النحية التانية فهمتو حبيبي؟ تاني هنا ملون لك ايه؟ ملون اتنين من كام؟ من تلات اجزاء طب جميل جداً طيب الشكل التاني بقى ملون فيه قد ايه؟ لا والله يا ميس مش ملون فيه خالص يعني الجزء الملون اللي المفروض يتكتب فوق مش موجود لكن انا اقدر احدد كله كام؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كل الاجزاء ستة يا ميس طب جميل جداً وده معناه ان التلاتة انضربت في اتنين عشان تبقى ستة واللي تعمله تحت تعمله فوق اللي اتنين هي كمان هتتضرب في اتنين عشان تبقى اربعة فكده وصلنا الان الملون المفروض يبقى اربعة فانا هلون اربع اجزاء بعناية شايف ان الجزء من هنا الهنا قد من هنا الهنا تاني كل دا احنا لسه في اول نوع اللي هو بشروطه اذا كان التلاتة على الاربعة بقت خمستاشر على ايه؟ فانا الايه تساوي؟ والله هو الطريق اللي انا اعرف امشي فيه اهو الطريق دا بيقول ان التلاتة وصلت تبقى خمستاشر طالما كبرت كده يبقى انضربت اتضربت في كام التلاتة عشان تبقى خمستاشر اتضربت في خمسة فوق بس؟ لا فوق وتحت يعني الاربعة هي كمان محتاجة تضرب في خمسة اربعة في خمسة بعشرين يبقى الايه على ما وصلت وصلت عشرين تاني اولادي النص بقى بي على التمانية فين الطريق اللي اعرف امشي فيه؟ ان اللي اتنين بقيت تمانية وده معناه انها اتضربت اللي اتنين اتضربت في كام عشان تبقى تمانية اللي اتنين اتضربت في اربعة يا ميس تحت بس؟ لا تحت وفوق يعني الواحد هو كمان هينضرب في اربعة على ما يوصل يوصل كام؟ يوصل اربعة تبقى البي باربعة تاني اولادي اذا كان اللي اتنين على خمسة تساوي سي على خمسة وعشرين فين الطريق اللي اعرف امشي فيه؟ تحت يا ميس الخمسة ربنا وفقها بقت خمسة وعشرين يعني انضربت في خمسة تحت بس؟ لا تحت وفوق اللي اتنين هي كمان لما تنضرب في خمسة على ما توصل توصل عشرة تبقى السي بعشرة طيب جميل جدا ده الجزء اللي احنا بنقول عليه بشروطه هتطلق رقم منهم وبيقول لك شوف ايه اللي حصل وزي ما تعمل تحت تعمل فوق او العكس الجزء التاني بقى بيقول لك ايه؟ اعمل بمزاجك يعني ايه؟ يديك كسر كامل زي كده ربع بس الكسر اللي يسويه مش موجود فانت هتعمل ايه؟ اللي يريحك فيه ناس تقول لك والله يا ميس انا هضرب في اتنين فوق وتحت فالواحد لما يتضرب في اتنين يبقى اتنين والالاربع لما تتضرب في اتنين تبقى تمانية صح وفيه ناس لما تشوف كسر زي كده والنحية التانية فضية خالص تقول لك والله انا هضرب في تلاتة فالتنين لما انضربت في تلاتة ادك ستة ونفس اللي هيحصل فوق هيحصل تحت الخمسة لما تتضرب في تلاتة هتديك خمستاشر طيب وفيه ناس تشوف الكسر مثلا تقول والله ده بمزاجي هنا هضرب في اربعة مثلا فوق وتحت فالخمسة لما تنضرب في اربعة تدينا عشرين والتسعة لما تتضرب في اربعة تدينا ستة وتلاتين اعمل اللي تحبه بس مش عايزك تفرح قوي لان مسائل زي كده عشان يضمنوا ان كل الطلبة تحل نفس الحل بيجيبها لك في الاختيارات زي ما هنشوف كمان شوي طيب يديك سؤال يقول لك انا عايز اربع كسور مكافأة للكسر نص ادي النص وادي الاربع كسور اللي المفروض يكونوا قدوا طيب مرة ممكن نضرب في اتنين فوق وتحت واحد في اتنين باتنين اتنين في اتنين باربعة ومرة نرجع تاني للنص الاصلي ونضربه في تلاتة فوق وتحت واحد في تلاتة بتلاتة اتنين في تلاتة بستة ونرجع تاني للكسر الاصلي ونضربه مثلا فاربعة فوق وتحت واحد فاربعة باربعة اتنين فاربعة بتمانية ومرة نضرب في خمسة فوق وتحت واحد في خمسة بخمسة اتنين في خمسة بعشر طيب يجي يقولك انا عايز تلاتة كسور مكافأة للكسر تلاتة على خمسة ادي التلاتة على خمسة والتلات كسور بتوعه مرة هنضرب في اتنين فوق وتحت تلاتة في اتنين بستة خمسة في اتنين بعشر ومرة نضرب في تلاتة فوق وتحت تلاتة في تلاتة بتسعة خمسة في تلاتة بخمستاشر ومرة نضرب في اربعة فوق وتحت تلاتة في اربعة باثناشر خمسة في اربعة بعشرين طيب عايز كسرين مكافئين للكسر تلاتة على عشرة ادي التلاتة على عشرة والكسرين بتوعهم مرة نضرب في اتنين فوق وتحت تلاتة في اتنين بستة عشرة في اتنين بعشرين ومرة نضرب في تلاتة فوق وتحت تلاتة في تلاتة بتسعة عشرة في تلاتة بتلاتين ما هو سايبك بقى بمزاجك بتعمل اللي انت عايزه طيب ايه شكل تاني من الاشكال بتاعة المزاج دي انه يديك عدد كسري زي ده ويقولك هتلي المكافئ بتاعه كده كده العدد الصحيح ما لهوش دعوة لان اصلا في الاصل اسمها كسور متكفقة فسيب العدد الصحيح فقاله ام المين اللي هنشتغل عليه الكسر هنا اتنين على سبعة والنحية التانية فوق مش موجود وتحت مش موجود يبقى عايزك تعمل على مزاجك فاحنا هنا مثلا ممكن نضرب في اتنين فوق وتحت اتنين في اتنين باربعة سبعة في اتنين باربعة طيب جميل جد تاني العدد الصحيح ما لهوش دعوة بالموضوع ده كله اللي اتنين ممكن تنضرب مثلا في تلاتة واللي نعمله فوق نعمله تحت اتنين في تلاتة باستة تلاتة في تلاتة بتسعة طيب جميل جد اللي بعده هنا العدد الصحيح هو هو ما لهوش دعوة الستة بقى دي ممكن مثلا تنضرب فاربعة واللي عمله فوق عمله تحت ستة فاربعة اربعة وعشرين سبعة فاربعة بتمانية وعشرين بس عايز اقول لك على حاجة صغيرة لما تلاقي الكسر اللي موجود عندك كبير زي الكسور دي ارقام كبيرة الكسور اللي موجودة فساعتها انت بتحاول تصغرها عشان تجيب كسور ابسط منها طيب لما كنا بنقول ربنا وفقه كبر ساعتها كنا بنقول انه تضرب لكن هنا عشان عايزة اصغره ياولادي يبقى احنا مش هنضرب امال هنعمل ايه هنقسم هندور على جدوى الضرب العددين اللي موجودين عندنا موجودين فيه برضو تعال اقول لك تفتكر الارقام المتشبهة اتنين وعشرين تلاتة وتلاتين اربعة واربعين خمسة وخمسين موجودين مع بعض في جدوى الايه لو انت شاطر هتعرف قال لك والله يا ميزة موجودين مع بعض في جدوى للحداشر جدوى للحداشر كله ارقام متشبهة فساعتها هأسم عشان اصغر على الحداشر فوق وعلى الحداشر تحت بس بشرط لازم العددين اللي موجودين في الكسر البسط والمقام هم اللي اتنين يوافقوا على الاسم على العدد اللي انت هتختاره مش واحد او واحد لا كده اتنين وعشرين على الحداشر فيها الاتنين تلاتة وتلاتين على الحداشر فيها التلاتة يبقى لما تلاقي ارقام كبيرة صغرها صغرها يعني قسمة تاني حبيبي عشرين على خمسين ارقام كبيرة بس انا ملاحس فيها حاجة ايه يا ميس ان فوق وتحت في صفار لو انت شاطر برضو فكر معايا من هو الجدول اللي اعداده كلها بتبدأ بقى صفار جدول العشرة يا ميس حلو وطالما عايزين نصغرها يبقى هنقسم فوق على العشرة وتحت على العشرة العشرين توافق للاسم على العشرة والخمسين موافقة للاسم على العشرة عشرين على العشرة فيها الاتنين خمسين على العشرة فيها الخمسة وممكن تسمع حد تاني بيقولك ايه صفر من فوق طار مع صفر من تحت ما هو القسم اعداء بقى لو تفتكر فساعتها برضو هيدينا اتنين على خمسة تاني اولادي اربعة وخمسين على التلاتة وستين ارقام كبيرة والكبيرة عشان يصغر بيتقسم يبقى احنا هنقسم فوق وتحت هنقسم على الكام لو شاطر قولي اللي اربعة وخمسين والتلاتة وستين ظهروا مع بعض في نفس الجدول بعد اليساوي فين اه والله يا ميس هما الاتنين مع بعض موجودين في جدول ضرب التسعة يبقى انا هأسن فوق على تسعة وتحت على تسعة عشان اصغر الارقام اربعة وخمسين على التسعة فيها الستة تلاتة وستين على التسعة فيها السبع فهمتو حبيبي تعالي شكل بقى تاني خالص ييجي يديك الرسمة دي ويقولك انا عايز الكسر غير الحقيقي وعايز العدد الكسري احنا اتفقنا ان الكسر غير الحقيقي الملون على كله الملوان واحد اتنين تلاتة اربعة خمس اجزاء من كله بس كله دي بتاعة الرسمة الوحدة لو تفتكر الرسمة الوحدة فيها جزئين فانا ساعتها هكتب في المقام اتنين كله بتاعة الرسمة الوحدة طب ياميس ليه ما نقولش مثلا خمسة على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة على ستة ياميس فيها ايه هقولك انا فيها ايه لو كتبت خمسة على ستة الكسر ده حقيقي عادي ستة سنين يشير خمس سنين لكن انا عايز كسر غير حقيقي اللي احنا بنقول علي ما ينفعش طفل عنده سنتين يشير خمس سنين انا عايز ده مش عايز مش حبيبي طيب عايزين نعرف ايه هو العدد الكسري يعني عدد وكسر والعدد ده صحيح كامل يعني كام رسمة كاملة دي كده كلها متلونة ادي واحد كامل ودي كده واحدة كمان ادي اتنين كاملين يبقى انا هكتب في العدد الصحيح اتنين كاملين يعني كده تفضل مين تفضل جزء من اتنين يعني الملون واحد من اتنين فهمتوا حبيبي تاني رسمة زي كده وبيقولك انا عايز الكسر غير الحقيقي تعال نعد الملون واحد اتنين تلاي اربعة خمسة ستة سبعة تمان كاملين وتمان كمان كاملين يبقوا كده ستاشر سبعتاشر تمنتاشر ساعتاشر عشرين واحد واحد وعشرين يبقى الملون واحد وعشرين من كام هو هنا عايز الكسر غير بتاعت الرسمة الوحدة الرسمة الوحدة فيها 8 أجزاء فانا هكتب 21 على 8 طب العدد الكسري كام رسمة كاملة ملونة رسمتين كاملين يميس يبقى انا هكتب هنا 2 اللي انا قصد بيه 2 كاملين فانا مش هبص عليهم بقى تاني هبص على الأخير فضل كام 1 2 3 4 5 أجزاء من 8 أجزاء تاني أولادي يديك رسمة زي كده عايز الكسر غير الحقيقي أو الله الملون 1 2 3 3 من كامل الرسمة الوحدة 3 من 2 للرسمة الوحدة طب العدد الكسري 1 كامل لوحده والحتة التانية فيها جزء ملون من 2 يبقى ده كده العدد الكسري طيب سؤال تاني حبيبي اللي احنا كنا قلنا هنرجع ليه تاني اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين الكسر المكافئ للكسر 4 على 5 هو وسايب النقط فانت تفهم ان انت تعمل بمزاجك قالك لا يا حلو ده انت هتختار الإجابة الصحيحة من دول مين في دول مكافئ لل4 على 5 مبدئيا كده الاختيارات اللي عندي غريبة جدا ميثبت الرقم اللي تحت ومغير الرقم اللي فوق وده ما ينفعش للكسور المكافئة لانك المفروض زي ما تعمل فوق تعمل تحت فدول مرفوجين فضل مين 8 على 10 طب تعالى نتأكد اللي 4 ضربت في 2 فبقت 8 تمام وال5 ضربت في 2 فبقت 10 تمام يبقى انا كده هاختار 8 على 10 طيب السؤال اللي بعده مع ملك وأخيها أحمد نفس كمية الطعام فإذا أنهى أحمد 6 على 15 من طعامه بينما أنهت ملك 2 على 5 من طعامها فهل الكميتان متكافئان أم لا قادي أحمد عنده 6 على 15 وقادي ملك عندها 2 على 5 هل الكميتان متكافئين خلينا نشوف هل اللي هيحصل فوق هو هو اللي هيحصل تحت ويجينا نفس الرقم يعني اللي 2 عشان توصل لل6 ضربت في 3 طب هل أنا لو ضربت الخمسة في نفس التلاتة نفس اللي حصل فوق هيدينا 15 أيوة ميس هي فعلاً الخمسة في تلاتة بخمستاشر والتنين في تلاتة بستة معنى كده أن الكسرين دول يساوي بعض فأنا هقول له نعم الكميتان متكافئان جميل جداً هتلاقي في نفس الدرس بيفكرك بسؤال ضع علامة أكبر من أو أصغر من أو يساوي اللي احنا خدناه بالتفصيل في الفيديو اللي فات هتلاقيه بيظهر لك فوق دلوقتي فهمت حبيبي وبكده يبقى خلص الدرس ولو أنت حقي فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي أنا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص أشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته